تحتفل دار الأوبرا المصرية برأس السنة بتنظيم حفلين بمناسبة العام الجديد 2024 المزيد مع مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين تحياتي من دار الأوبرا المصرية والتي نحتفل هنا في دار الأوبرا المصرية بنهاية العام الميلادي الجاري 2023 ونستقبل معا العام الميلادي الجديد 2024 في أجواء تسودها البهجة والفرحة حيث يوجد هنا في دار الأوبرا المصرية العديد من المصريين وضيوف مصر من الجنسيات المختلفة الذين حرصوا على الحضور هنا لمشاهدة والمشاركة والاستمتاع ببرنامج الحفلة الاحتفالي بليلة رأس السنة هنا والتي تزدان دار الأوبرا المصرية بهذه المناسبة والقاهرة كلها تزدان فرحاً وابتهاجاً بهذه المناسبة برنامجنا الليلة في دار الأوبرا المصرية حيث لدينا احتفاليات أركستر القاهرة السنفونية وكورال أكابيلا في الموسم الخامس والستين مع المدير الموسيقي أحمد الصعيدي أركستر القاهرة السنفوني في حفل رأس السنة والذي من ضمن فعالياته مع الصوليست سوبرانو لاريسا ستيفن وأيضاً مع كورال أطفال أكابيلا مع مدربة الكورال دنيا أكرم كذلك لدينا كورال أكابيلا ومدربة الكورال مايا جيفينيريا وتحت قيادة الإيطالي المايسترو فرانشيسكو ديمورو ليلة جميلة من ليلة القاهرة نحتفل فيها هنا برأس السنة ونتمنى فيها كل الخير وكل البركة لمصرنا الحبيبة ولشعب مصر ونتمنى أن يكون عام سعيد وعام سلام وعام رخاء لوطننا ولوطننا العربي وللعالم بصفة عامة كل عام وأنتم بخير إلينا